إذن ومن أكل الوجبات السريعة رح نشوف روبا مشربش أخصائي التغذية اليوم جايبت لنا زي ما نقول الحمية الغذائية اللي عن جد عكس الوجبات السريعة تمام بضع عكس الوستن دايت هذا بسمه وستن دايت أهلا وسهلا روبا أهلا كيف أكرنا كيف أخبارك تمام إذن أهلا وسهلا روبا صباح الخير للي عم بتابعنا هلأ اليوم رح نحكي عن حمية البحر الأبيض المتوسط اللي هي منطقتنا يعني بالضبط هي أكتر يونان وإيطاليا بالضبط تعتبر صحية أنا حسيتها صحية هي صحية جدا بالعكس يعني من الحمية تعرف إحنا مرات حكينا على الأتكنز دايت وحكينا وضار وحكينا على كتير حميات كان شوي فيها بعض المشاكل هاي الحمية كتير نعمل عليها دراسات وكتير هي كيف بدت بالألف تسعمية وستين طلع عرفوا هاي الحمية شافوا أنه الأشخاص اللي عايشين باليونان وإيطاليا عندهم أكتر عمر يعني معمرين صح صح وقلة بمعدلات السمنة وقلة في المشاكل الصحية زي أمراض القلب والسكري فطلع حميات البحر الأبيض المتوسط هلأ نقدر نحكي من الف تسعمية وستين لهلا نروح لهذه المناطق شوي تغير الوضع كيف إحنا أكلنا زمان ما كان عندنا هالجونك فود ما كان عندنا المطابق المطاعم اللي فيها بتقدم وجبات سريعة تغير نمط أكلنا فهي من الف وتسعمية وستين وهيك تعرفت وعلى أساسها صار في كتير دراسات عملات والإشي اللي بميزها قدرتها على التقليل من مخاطر صحية أهمها السرطان السكري وخاصة أمراض القلب لأنه هلأ منحكي شو بميزها بس يمكن الفرق أنه هم ضلهم محافظين عليها أكتر يعني إحنا عم نعتمد على الجانك وعم نستورد أكل وإحنا المشكل صار عندنا النمط الحياة اللايف سايل عم بتغير معظم الشباب يعني هلأ بتشوفي إنه نادراً لاياكلوا فواكه وخضرة وبيتهم أي إشي سريع يشترو يعني واجبات سريعة حم بتصير يومياً فعم بتكون معدلات سهل وفي متناول الجميع وبدأ شوائد إذن إحنا رح نكي على حمية المديترينيان دايت أو حمية حوض البحض الأبيض المتوسط اللي هي كمان بتشبه أكلنا يعني نحنا أكيد قريباً جداً اللي هو زيت الزيتون خضار فواكه وهي بتركز كتير على الرياضة كمان كمان؟ أوكي عارضي هلأ أنا هون في عنا هرمين هذا الهرم الغذائي المتعارف عليه اللي معروف إنه في عنا أول إشي بيبدأ بالنشويات بعدين عنا الخضار والفواكه اللحوم والحليب والأجبان وآخر إشي الدهون والسكريات حل هلأ إذا من نيجي هذا الهرم إذن زي ما من نحكي اللي هو المتعارف عليه صار في عنا دراسات وصار في عنا تطبيق الهرم ثاني اللي هو جنب هذا اللي هو الهرم الغذائي لحمية البحر الأبيض المتوسط هلأ حمية البحر الأبيض المتوسط إذا منلاحظ نرح نشوف الفرق بناتك إذا منقارن بناتك بالضبط عنا أسفل الهرم بتركز على الرياضة يومياً آه هذا أساس هذا الأساس أساس هاي الحمية بيتحركوا كثير كثير بتحركوا كثير أكيد منلاحظ أكيد في عنا المصادر النشويات اللي هي بقاع الهرم زي الحمية التانية ولكن بيجي عنا الخضار والفواكه بكميات كبيرة وبيجي عنا الثالث إشي عنا بيركزوا على المكسرات والبقوليات هدول يومياً وزيت الزيتون المصدر الأساسي للدهون فهذا عم بيكون يومي ومنلاحظ أنه المصادر البروتين التانية لدينا أسماك ودجاج وخاصة الأسماك بأعلى الهرم لدينا اللحم الحمرة بالضبط هنا نلاحظ أن البروتين لا يفرق إذا كان جاج سماك لحمة حمرة هناك تمييز لدينا المقوليات أهميتها عدس فصولية حمرة فصولية بيضة أسماك بعض دجاج وأقل إشي اللحم حتى بقول لك اللحم الحمرة مرة بالشهر مرة بالشهر اللحم الحمرة بزرق والحليب يركزون كثيرا على الألبان والبيض ويحكيهم البيض تقريبا أربع مرات في الأسبوع هذه الحمرة أنا ليش أحبها؟ لأنه عن جد هناك كثيرا أبحاث على موضوع اللحم الحمرة هناك أبحاث على موضوع اللحم المصنعة والضيء خطيرة خاصة للمشكلة السرطان واللحم الحمرة عم نحكي أنه ما نبتعد عنها ولكن نقلل منها لأنها كثيرا عالية بالكوليسترول وكثيرا عالية بعدين ربما بتطلع عليه متوازن يعني فيه كل شيء مش زي أنواع الدايت اللي حكينا عنهم أبل فيه تركيز عائشي بالضبط فاللي بما هي زي ما حكينا هاي الحمية في عنا البقوليات والعدس وكثير حلو إنه إحنا على الأقل ما بقدر يطبقها الحمية بحذفيرها يكون في عنا البقوليات والعدس والبزور تكون يوميا أو البقوليات تكون بدل لحمة طبق اللحمة أو طبق البروتين الحيواني مرة إنه هو اللي بيعطينا البروتين والحديد بس هلأ إحنا إذا بنناخد من الجاج سمك الحديد العدس البقوليات بنعود إنه لو بنناخد مرة بالشهر اللحمة إنهم ما بوصوا اللحمة الحمرة وسيقى من بعد عليها بس بحصل هيك على بيتوالف الحديد كله من البقيل هلأ إذا حس الشخص إنه هو معرض لفقر الدم ممكن يزيد معدلات تناوله للحوم أو يعمل فحوصات هلأ إحنا في كتير مصادر مش بس اللحمة الحمرة السمك فيه حديد الدجاج فيه حديد البقوليات فيها حديد خضار ورقية بهذه الحمية فيها كتير مع مع عصير الليمون برضو بساعد على امتصاص الحديد فهي إذا نحكي متوازنة لأنه فيها كل عناصل غذائية إذا إحنا بدنا نطبقها بدنا نطبقها صح يعني مش إنه مثلا اللحمة نبعد عنها تماماً أو ما يكون في عنا أي طيب هي بتلائم كل الأشخاص وإذا فيه أشخاص يعني بالنسبة لهم ممكن يكون فيه خطر بما إنها ما عم تلغي أي مجموعة من المجموعات الغذائية فهي وكتير قريبة عن الهرملة هون في عنا تفصيلات شوي لأنواع البروتينات الحيوانية فعلى الأغلب هي مناسبة للجميع بالعكس الأشخاص اللي عندهم سكري أمراض قلب لأنها كتير فيه دراسات عملت قدي عم تحمي من أمراض القلب قدي بتقلل من أكسدة الـ LDL اللي هو الـ LDL الضعب طيب رب إذا مثلاً فيه ناس هل عم يحضرونا وحبين يطبقوه يعني إذا منعطي مثال على وجبة فطور غدا عشا شو منحكي؟ على هاي الحمية فيها فواكه وخضار كتير تقريباً في اليوم أكيد كل واحد احتياجاته مختلفة بيقدر يأكل عادي خبز كامل بيقدر يأخذ رز بيقدر يأخذ حبوب إفطار هاي كلها مصموحة فيه جبنة فيه أجبان فيه ألبان بس اللي بده يعدل على النظام الغذائي يدخل السمك أكتر يعني هون مركزين على كل أنواع الأسماء تونة سمات بزاد بده يركز كمان أنه ما يستخدم زبدة أو دهون حيوانية أو سمنة ويركز على استخدام زيت الزيتون وأديه مفيد بالصحة وندخل أكتر بالحمية البقوليات يعني مثلا مرة مرتين بالأسبوع نأكل إشي بعدس إشي بفصولية حمراء إشي بفصولية بيضاء وندخل البزور يومياً كمان إذا كان لوز جوز أي نوع من البزور والحبوب من إذا ندخلها للنظام الغذائي عم بطلع عدش الفواكه والخضرة ماخدين مساحة كتير منها مساحة كتير كبيرة حتى بالهرم العادي وهذا الهرم بعده صار في عنا الصحن الغذائي هذا الهرم زمان كان الهرم هيك هذا أول هرم بعدها صار في عنا الهرم اللي هو بركز على موضوع الرياضة ففي الواحد اللي قاعد عم بتحرك يومي بعدها طلع الماي بليت أو الصحن المثالي بس ما نلاحظ بالهرمين أديه في أهمية للخضار والفواكه وأديه في أشخاص ما عم بيأخذوا هاي الخضار والفواكه يومياً للأسبوع طب في علاقة بين هالحمية روبا وبين التخفيف من بعض الأمراض مثلاً السرطان في بعض الدراسات هالله هي هاي الحمية عالية جداً زي ما احنا شفنا بالخضار والفواكه فعالية جداً بالألياف فعالية جداً بالمواد المضادة الأكسدي وعادة الحميات اللي فيها ألياف وخضار والفواكه كتير بيتقلم من احتماليات الإمساك وخاصة الحماية من سرطان القولون والأمعاء فكتير فيها حماية وتقليل من هذا الخطر تمام هلأ احنا انتهى وقتناك سأسألك سؤال أو عندك شيء تتحكيه أبداً؟ لا اسأليني هلأ البذور كيف تقولي دائماً أنه بذور الأريع والعباد الشمس أدي فيهم فيتامين إي بس أديش فيهم دهون أنا مرات أخاف يعني لازم كل يوم ناخد بس أديش فيها دهون؟ هي إذا أنت بتاخدي حفنة إيد كمشة يعني؟ كمشة ما رح تأذيكي بس مش تاخدي جاط يعني أو كمية كتير كبيرة بالعكس كتير مفيدة يعني لما نقول نتناولة اليومية أدي كمشة؟ كمشة كمشة مفصم بالزبط بعدين إحنا في عدد معين من الصلاة الحرارية مفروض تاخديه من الدهون إذا بتاخدي من الشوكولاتة والشيبس وكمان تاخدي هدول هاي ستي عم تاخدي كمية دهون أعلى من المفروض أنت تاخديها ولكن هالكمية المسموحة خديها من هاي الأشياء أكيد بتفيدك أكتر بس أخيراً زيت الزيتون بصير نطبخ فيه ولا بتفضلي نحط فيه؟ أهم إشي ما ينحرق ما ينحرق أكيد أهم إشي ما يتعرض للحرق عارف عينك على الموز عينك على الموز بستنوني أخذ الموز شكراً ربا أهلا أهلا أهلا..